موسيقى الحوار هذا يدام أثناش نحصه أثناش يوم وفيه تخلطه عديد اللقاءات حتى ثنائية حتى القرب وجهة النظر بشهادة الجميع أنه وخاصة في الحوار اللي عقده اتحاد العام التنسي الشغل أنه ثمنه هال المجهودات هذه والنتيجة اللي يوصل لها أكيد أنه ماهوش وفاق في كل النقاط ما زالت في بعض نقاط عالقة هذا المهم المهم والجزء الكبير وقع الوفاق حوله خاصة حل روابط حماية الثورة وهو العملية هذه نحب بالنسبة للوضع اللي تمر به البلاد تنقية الأجوال السياسية والأمنية فما إرهاب يهدد تونس أكيد أنه يجب كل شيء واللي واضح ما تبدأش فما أشياء تعرق المسار الديمقراطي وخاصة حزب التكتل هي من بحق كل حق الاجتماع كل حزب عنده حق ولو نختلف معها في الاجتماع ويأخذ الاجتماع بدون مضايقات بدون عنف ما يجيش ناس يحبوا يحرموا الاجتماع هذا ما هوش ندخلش في المنظومة الديمقراطية متنجمش كون فيما الديمقراطية ونمنع غيري بشي اجتماع هذه أخطاء تعملت إن شاء الله أصحابها يراجعوا أمورهم وإحنا مناها ثورة نعتقد التونس كل من واجبهم أن يدافعوا عليها التونس كل والقانون يدافع عليها زادا والدولة تدافع عليها لأن الثورة أعطات مهام للدولة والمجتمع والشعب التونسي فماش حتى خيار لنا إلا التوافق وإن شاء الله الدستور يكون بالتوافق والدستور ما يلو إلا نص بشي نظم حياتنا السياسية ويأكد على مبادئ بشي يعتمدها المشرع عندما يصدر القوانين ويسن ويصدر القوانين بتاعه هذه هي الدستور ما ينزمناش ردوه كأنه معناها لكن يجب يكون نص يشرف تونس هو كصورة اللي تقدم تونس في الخارج بلاد عندها دستور ديموقراطي يضمن التعددية يضمن حرية الإنسان يضمن فصل السلطة عن بعضها السلطة الأربع سلط السلطة الرابعة نعتبرها العلام توم يضمن أنه حريتي تقف في حدود حريت غيري منعتديش على حريت غيري هذه الأشياء معناها يضمنها الدستور إن شاء الله وهو معناها هو المرجع للمشرع لبشيسن القوانين وقع في جبل الشعان نعتبره أتداء خطير على تونس من طرف أبناءها وظلين نعتقل أنه غروا بهم وفما تخدم هذه هالزعزع لحبو عملها تونس تخدم أجندات خارجية لابد من فتح باب للعناصر اللي يراجعوا أنفسهم ويراوا هول الجريمة اللي بشي قوموا بها ينجموا يزمن فتح باب بأعلان أنه كل واحد يتراجع على هالثنية هذه فما مكان مجال بش ما يخليوش معناها يرفقوا به ويعملوا له صيغة بش دمش في المجتمع كمواطن صالح هذه لابد في كل الحالات لابد أنه يقع الإعلان عليها لأنه فما برش منهم يقع التغرير بهم طريقة يعني علمية سعادة ما يقع اليوم من تهديد بالقوة وناس ولاد تتكلم منها هي في منظمات ارهابية ومع بلاد ويتحد في الواحد يقولوا عنا سلاح وعنا قوة ونجم النفر ضم طمر بالقوة هذا لابد نقاومه لأنه ليس هذا المجتمع المدني وليس هذا المجتمع الديمقراطي اللي التوانسة يحبه التوانسة يحبه الأمن يحبه الاستقرار يحبه المواقف الوسطية الاعتدال يحبه يبنيه تونس يحبه الظلم اللي تفش في المناطق المحرومة يلزم كل الأحزاب تتناول في برامجها التوازن الجهوي هدايا اليوم برشة مهام تستنى في الحكومة القادمة بعد الانتخابات ومهام باش نبنيه بلادنا حجرة حجرة ومع بعضنا وليد في ليد